محاولة أخرى فاشلة لميليشية الحوثي لاستعادة مناطق خسرتها في قرى الخادمة وصبيا والظهر والقائم بمديرية عبس قبل أن تواجه محاولاتها بحائط صد قوي من أبطال القوات الحكومية الذين سحقوا عناصر الميليشيات وكسروا هجومها وأجبرها على التراجع والفرار أبطال القوات الحكومية كبدوا الميليشيات خسائر فادحة وتمكنوا من أسر سبعة من عناصرها المهاجمة ليضافوا إلى عشرات الأسر الحوثيين الذين وقعوا في قبضة رجال القوات الحكومية منذ انطلاق عملية عسكرية لتحرير مديرية عبس في مارس الماضي ميليشيات الحوثي تتعمد رفع شعارات زائفة للتغرير بمزيد من العناصر والدفع بهم إلى جبهاتها العبثية لإطالة أمد حروبها غير مكترثة بالأعداد الكبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح وأسير أهلي وأخواني وأصدقائي وكل من يعرفوني ويسمعوني بأن يرؤدوا في بيوتين حتى تصل إليهم المقاومة الشرعية وأن لا يلتحقوا بالميليشيات الحوثية سرعان ما ينكشف زائفه شعارات الميليشيات الكاذبة عندما تقع العناصر المغرر بها أسرى في يد أبطال القوات الحكومية ولا يجدون أمريكيين أو محتلين كما زعمت الميليشيات تغريرا على عناصرها لم نجد إسرائيل أو أمريكا فأنا نجد أخواننا لا سواحد غيرهم وأنصح كل من حولي وكل من يسمعني أن يسجئ في بيته استماثة الميليشيات والدفع بالعشرات من المغرر بهم في محاولات استعادة مناطق خسرتها يكشف مدى الرعب في قلوب قياداتها التي تتهاوى مع كل تقدم يحقيقه أبطال المقاومة والقوات الحكومية ستظل الميليشيات الإرهابية كعادتها ترفع شعارات زائفة للدفع بمزيد من عناصرها المغرر بهم في المقدمة كوقود لمعاركها التي تشعل نيرانها لسفك دماء أبناء اليمن في استحقار واستخفاف بعناصرها الذين تعتبرهم مجرد وقودا لحربها العبثية